شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي يتنافزه المنطقة الجنوبية العسكرية جذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات وحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة أسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتقصصاتهم المختلفة وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وأدار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم واناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات